ساعت منظمة سام للحقوق والحريات إلى معالجة ملف الاختفاء القصري والاحتجاز التعسفي والتعذيب التي طالت عدداً كبيراً من المدنيين الذين تعيشوا عائلاتهم في دوامة القلق والخوف على مصيرهم المجهول سام قالت أنها وجهت رسالة بهذا القصوص إلى المجلس الانتقالي الرئاسي الذي أصبح جزءاً من الحكومة وأكدت أن هذا الملف بات مستعصياً على الحل وتساءلت عن إعادة تشكيل المجلس القضائي وما إذا كانت ستسهم بحل حالة هذا الملف يشكل تمديد الهدنة من جانب آخر فرصة للمجلس الرئاسي لإعادة ترتيب الأوضاع في مناطق سيطرته وإعادة عملية هيكلة واسعة للمؤسسات التي تعاني من إخلالات على غرار المؤسسة القضائية أرحب بالمدير التنفيذي أو رئيس منظمة سام للحقوق والحريات أستاذ ثوفيق الحميد أهلا بك أستاذ ثوفيق في هذه الحلقة من حقوق الناس هذا الملف الذي أو لو تموه في تقاريركم أهمية كبيرة ووجهتم رسالة كما قلتم إلى المجلس الانتقالي الرئاسي بداية ما أهمية هذا الملف بالنسبة لكم كمنظمة حقوقية ملف المختفين قصرياً والمحتجزين تعسفياً اهتمامكم بهذا الملف ملف المخفيين المعتقلين تعسفياً والمخفيين قصراً هو ملف متشابك وذوء أبعاد متعددة فيها البعد الإنساني والحقوقي والقانوني كما أنه اليوم يتصدر المشهد حتى بما فيهم المشهد السياسي اليوم فشل اليمنيون ربما في إحداث اختراق أو فشل حتى المبعوث الأممي في إحداث تقدم كبير في هذا الملف فأنعكس بصورة سلبية كبيرة جداً على الملف السياسي على حد سواء وبالتالي هذه المنظمات أو نحن كمنظمة سام بقية المنظمات تولي هذا الملف اهتمام خاص لأنه اليوم يتصدر المشهد اليمني هل هناك توفيق تقديرات لعدد فعلاً المختفين والمقابل المعتقلين؟ وهناك أرقام لعدد المنظمة متأكدة من أنهم موجودين لدى جهات معينة؟ هذا الملف بالنسبة للمعتقلين تعسفاً هذا ملف متحرك بمعنى أن هناك اعتقالات مستمرة هناك صفقات داخلية على الأقل الوساطة الداخلية ما بين الفترة والأخرى لكن في ملف المخفيين قصراً هناك أعداد واضحة خاصة مثلاً لدى المجلس الانتقالي أو لدى الحكومة الشرعية بما يقارب الخمسين مخفياً قصرياً هناك شهادات صادمة عن ربما وفاة بعض المعتقلين وبعضهم إلى حد الآن لا تقدي معلومات عنهم بما بذلك معلومات عن معتقلين سابقين أخذوا من عدن إلى إريتريا أو ربما في سقون عائمة لكن هذا الملف يظل ملفاً حاضراً بقوة نحن خاطبنا المجلس الانتقال الرئاسي اليوم لأن المجلس الانتقالي المتهم اليوم والمسؤول بدرجة أساسية عن عملية الإخفاء للفترة الماضية خاصة 16، 17، 18 من الأعوام السابقة أصبح جزء من المجلس الرئاسي وأصبح شريك في الحكومة تشكيل المجلس القضائي وإعادة تشكيل هذا المجلس توفيق كيف يمكن أن يساهم في حل حلة ملف المعتقلين والمفقودين وحتى ضحايا التعذيب أيضاً في اليمن؟ الحقيقة اليوم أصبح الملف القضايا أيضاً ملفاً معقداً لديهم أوامر بالإفراج منذ ستة أشهر ولم يتم الإفراج عنهم لكن نتمنى مع ذلك مع الصيغة القديدة والبنية القديدة للسلك القضايا أن يقوم بتحريك هذا الملف مع أننا نشك في ذلك لأسباب متعددة منها الأسباب السياسية والأسباب اللوغستية لأنه كثير من اليوم من المسؤولين عن عملية الإخفاء والاعتقال والتعذيب هم ما زالوا قوى عسكرية مسيطرة على الأرض في مناطق الشعاء القنوبية بدرجة أساسية الشلل الذي أصاب المؤسسة القضائية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الإضرابات وخلافات بين أعضاء هذه الهيئة إلى أي مدى يؤثر على منظومة القضاء برمته وليس فقط على ملف المختفين قصرياً؟ الخلاف داخل منظومات المنظومة الشرعية الأسف الشديدة نعكس بصورة سلبية على القضاء حتى على تكوين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والنيابة العامة للأسف الشديد أصبح واضح لدى الشارع اليمنية تحدث بكل وضوح أن النائب العام محسوب على طرف والمحكمة العليا محسوب على طرف وبالتالي حتى تشكيل المجلس القضاء والمحكمة العليا جاء مخالف لقوانين السلطة القضائية للأسف الشديد وبالتالي هذا الأمر هو الذي يجعلنا نشكك كثيراً في قدرة المجلس المنظومة القديدة والنيابة المجلس القضاء على فيعادة الهيبة الكاملة لأسلطة القضائية وتحريك الملف خاصة القضايا المتعلقة بالأبعاد السياسية سواء المعتقلين للسبون السرية لعملية التعذيب والإخفاءات القصرية وبالتالي ستشهد الأيام القادمة أو ستكشف الأيام القادمة وقدرة هذا المجلس من عدمه في إحداث فارق في هذا الملف شكراً جزيلاً لك رئيس منظمة سام لحقوق الإنسان طوفيق أحمد كنت معي من جنيف ترجمة نانسي قنقر